وarm çaبحة الكرامي gakجدد للزمالك ولا محمد صبح برضوا الموضوع بالنسبة привol euxة босс محمد صبحي عايز يعود في الزمالك ما اللي أنا عارفه ومحمد راكبته او اللي هو يكمل في الزمالك على الرغم ان هو عنده عرض البرامجه لكن هو عايز يعود في الزمالك الم�이دي معنده ش مشكلة انه يجدد له صبح لكن برضو مش بارقام كبيرة المشكلة في المفاع�도ات مع محمد صبحيت كريم ان محمد شيء في جاب كبيرة وما بين طلباته وما بين طلبات الزمالك وعقده الحالي اللعب عقده الحالي ما بيكملش مليون جنيه فبتتكلم 100 ألف بعد خصم الدرائب آه ما بيكملش مليون جنيه فأنت بتتكلم إن من مليون جنيه يطلب 15 فالرفعة دي الإدارة شيفاء مش منطقية ممكن نخليها 7, 8, 10 يعني يبقى رنجي كده فهيوصلوا لصورة اتفاق في رغبة من الطرفين إن هم يوصلوا لديل ويبقى فيه استمرار خب لك صبح الظلم في القصة دي يعني صبح هو اتخذ بقصة الفتوح الزناري يعني هما اللي اتنين الزناري عقده مستمر حتى تتكلم في حتة اللعود صبحي بالزبط حسب كلامي معاي يعني الراجل عقده كله على بعده مش مكمل مليون جنيه في السنة متخيل حارس مرمى منتخب مصر بإلمبي موجود مع منتخب مصر الأول حارس مرمى زي مالك وفي سن صغير وقاعد فترة كبيرة هو اللي بيلعب ومع ذلك فيه جاب 200 جنيه في السنة ده رقم ريال أوش آه 900 ألف سأخذ بالك ده العقد اللي كان جاي بي من قامن فاهمني فما حصلش تجديد لما رجع من فرقه بتتوعد ان هو هيحصل وهيفروس ومش عارفه بس كلامنا ما حصلش فهو بصص لها ازاي انا بتكلم بقى بكلام يعني الضار بيني ان عواد بياخد مبلغ كبير او يوصل لـ 18 مليون وهو ما بيكملش مليون طب يعني الجاب ده مبرده مش منطق آه مش منطق فهو شايف اني مقارنة بالعروض اللي بتجيله سواء من بيرامدز او من انداء اخرى لأ انا عايز مبلغين هو رغبته الاولى انه يجدد في الزمالك